اشتركوا في القناة وتوصفوا انهم قاب قوسين او ادنى انهم يكونوا رسلا الرسول هو اللي بيحمل رسالة الرسول هو من يحمل رسالة وهم حملوا على عطقهم رسالة العلم والتنوير ورسالة التربية والتعليم الناس محترمين كانوا موجودين في حجبة من الزمن ولازال يعني عدد منهم موجود الى الان او يعني من يتصف بهذه الاوصاف الناس المحترمين اكيد لازالوا موجودين ولكن لكل قاعدة شوازية يعني طبعا حصل تغيير سلبي في الاخلاق وحصل تغيير سلبي في حاجات كتيرة من مكونات المجتمع قدت الى ظهور فئات ممكن ينتموا ينتموا يعني اسما فقط لبعض المهن ولكنهم لا تنطبق عليهم هذه المقولة المقولة دي مقولة العظيمة الجميلة قم للمعلم وفي التبجيلة كده المعلم ان يكون الرسولة دي بتدي المعلم مكانة كبيرة جدا داخل المجتمع بتدي له مكانة ووضع كبير جدا داخل المجتمع وبقدر الاغذ يكون العطاء زي ما بقدر ما انا باخد لازم اعطي زي ما انا باخد لو انا خدت قيمة كبيرة لازم يكون عطائي برضو على قدر هذه القيمة فلما يتقال في حقي لما يكون احد رجال التربية والتعليم اللي بيحملوا على عطقهم زي ما انا قلت يعني مهمة او رسالة العلم والتنوير والتربية والتعليم لما يتقال بحقي ان انا قم للمعلم وفي تجيلة ان الانسان يقوم عشان خاطر يبجر المعلم كان للمعلم ان يكون رسولة المقولة دي المفروض انها بتديني قيمة كبيرة جدا داخل المجتمع بتديني قيمة كبيرة جدا داخل المجتمع وزي ما انا قلت زي ما انا باخد زي ما المفروض انا ادي بقدر الاغذ يكون العطاء فالمفروض ان الانسان اللي بيتم وصفه بهذه المقولة اللي بيتم وصفه بهذه المقولة الموضوع ده بيفرض عليه التزامات المفروض الموضوع ده بيفرض عليه التزامات بمعنى ايه ان المفروض هو يكون شخص محترم جدا داخل المجتمع ان هو يعني يكون محترم في هيئته محترم في كلامه محترم في تصرفاته يعني حتى لو هو عاوز يعمل حاجة يعني يخرج بيها عن هذا الصياق بيكبح جماح نفسه في هذا الاطار يعني النهاردة ما ينفعش واحد بيتقال عليه ان هو يكاد يكون رسوله ويرتكب افعال مثلا زي اللي احنا بنشوفها ان واحد يوقف يرتكب مثلا يرقص اثناء ما هو بيدي درس للناس او يهان من طلبة زي ما بنشوفه طبعا الكلام ده كله خارج اطار هذه المقولة العظيمة فيما فيه ناس بتنطبق عليهم هده المقولة جميلة حرفية بتنطبق عليهم منطبات كاملة لا زي الموجودين داخل المجتمع مش بس الناس القديمة هم اللي كانت تنطبق عليهم دي المقولة ولكن فيه ناس موجودين معانا اكيد من رجال التربية والتعليم على قدر كبير جدا من الاحترام والثقافة والرقي واحترامهم لنفسهم واحترامهم للاخرين وهو فعلا حاس المقولة دي مسئولية زي ما انا قلت بتفرد عليه مسئولية مسئولية ان هو لازم ان يكون شخص محترم بيعمل للاخرين باحترام والاخرين يعملوا باحترام عشان خطر يستحق هذه المقولة زي ما فيه الناس دون موجودين الناس المحترمين للأفاضل دون موجودين اكيد ويظلوا موجودين فيه لكن فيه نسبة تشز عن القاعدة وهذا طبيعي لكل قاعدة شواز مستحيلها نلاقي الكل محترم او مستحيلها لقي الكل غير محترم فالشزة عن القاعدة دي بقى شفناه فيه يعني مناسبات كثيرة جدا منهم المناسبة اللي انا هعرضها لحرارة كل وقت او شفناه فيه فيديوهات كثيرة من صح التعبير يعني منهم الفيديو اللي انا هعرضه الحرارة كل وقت نشوف الفيديو ده لكن ايه تفاصيل المقطع ده ايه اللي حصل فيه وليه هو كارسي ويعلاقته بالمقدمة اللي انا قلتها في بداية الفيديو المقطع ده اللي بيرقصه ده مجموعة من المدرسين مجموعة من المدرسين كانوا تابعين لإدارة المنصورة التعليمية نقابة المعلمين بالمنصورة كانت منظمة رحلة لمدينة القاهرة وكان من ضمن البرنامج بتاع الرحلة رحلة نيلية على احد المراكب يعني زي ما انتو حداكم شفتوا في الفيديو فما كان من هؤلاء المدرسين المدرسة دي ومجموعة الرجال اللي كانوا حواليها اللي انه هم قاموا بوصلة من الرأس الشرقي يعني بالطريقة المستفزة بالطريقة اللي مش مظبوطة اللي حداكم شفتوها طبعا وكيل وزارة التعليم بالمنصورة تلقى بلاغ من مجموعة من المدرسين انه هم يعني كانوا شهود على الواقع او عالموا بهذه الواقع وهم اللي خلاهم يبلغوا او اللي خلاهم يقولوا لي وكيل وزارة التعليم على هذا الموضوع ان المدرسة دي المعلمة دي ومعلم اخر من اللي شاركوها وصلة الرأس اللي تم تكرهمهم بمعرفة نقابة المعلمين بالمنصور نقابة المعلمين منصورة كرمتهم وبالتالي هم طلعوا قالوا هل التكريم مرتب بالرأس يعني لما ناس تعمل هذا الفعل القميء يعني هل يتم تكرمهم على هذا الموضوع طبعا تم التأكد من صحة الواقع ووكيل وزارة التربية والتعليم قرر احالة الخمس مدرسين ومدرسة والاربعة اللي كانوا حواليها الاربعة رجال اللي حداكم شاهدون في الفيديو الى النيابة الادارية لاجراء التحييم المدرسة لي هي مدرسة لغة عربية بتعمل بنظام التطوع باحد المدرس بادارة المنصورة التعليمية وطبعا بعد ما تم تأكد صحة الواقع يعني تقريبا هم يعني مشوها من المدرسة او خلاص ألغوا التعاقد اللي كان او تم معها والمشكلة ان يعني فيه من الرجال اللي كانوا موجودين فيه مدير مرحلة مدير مرحلة زي مدير مرحلة مدير مرحلة بالتعليم السنوي يعني راجل مفروض على قدر كسنه كبير يعني وراجل محترم وعلى قدر كبير جدا اللي هو باع طويل فيه التربية والتعليم ازاي يعمل حاجة زي كده طبعا وكلهم المفروض ان هم معلمين افاضل معرفش ازاي يعني ارتكبوا هذا الفعل ازاي ما احنا شايفين في الفيديو او شوفنا في الفيديو وصلة رأس يعني سيئة للغاية طبعا وهي كمان بترقص بطريقة مستفزة ازاي كان الرأس اصلا حرام فبالك لما ترقصي كمان بطريقة مستفزة او بطريقة مش محترمة زي ما احنا شوفنا دي القصة فيه عجالة وطبعا يعني لو كان تم اتخاذ اجراء قانوني زي ما انا قلت لحضراتكو يعني الاجراء القانوني تم اتخاذه وانا شايف انه هو فيه محله لان فعلا دول بيصيقه يعني بشكل او باخر المعلم المصري والعاملات التعليمية اه طبعا ممكن حد يقول يعني ما فيه ناس بتلتكب بلاوي كتير بس احنا يعني بنودخد ضوء على الاحداث يعني دي تم تصويرها الحدث ده تم تصويره وحاجة طبعا يعني بتحمل فيه طياتها قدر من عدم الاحترام وقدر من عدم الاخلاق يعني ان واحدة ترقص بهذه الطريقة اه كانوا في رحلة وكلام ده كله ولكن الاخلاق يا جماعة اه ما بتاخدش اجازة في الرحلات الاخلاق ما بتاخدش اجازة في الرحلات المفروض ان دي معلمة وان دور الرجال ممفروض ينتموا كلهم للتربية والتعليم ممفروض ان هم حتى غربة عن بعض يعني اجانب عن بعض ما فيه صلة بتربطهم ببعض يعني حتى لو جزها ما ينفعش نرقص معها فهم بالكم أنها بترقص بهذه الطريقة وبيتلامسوا بأجزالهم الكلام ده كله طبعا الكلام ده كله كلام فارغ طبعا وبيسيء لشكل المعلم طبعا زي ما قلت الناس الموجودين المحترمين لذالوا موجودين في كل ما هنا فيها الصالح والطالح المحترمين موجودين الناس اللي بتنطبق عليهم مقولة قم للمعلم وفي التبجيلة كده المعلم أن يكون رسول الله دول لذالوا موجودين فعلا موجودين فيه ناس محترمين بيحترموا نفسهم بيحترموا قدرهم وعارفين أن هما لازم وفقا للمقولة دي لازبا يكون فيه معطيات هما يدوها أو فيه حاجات فيه التزامة بتفرضها هذه المقولة عليهم زي ما أنا قلت في أول الفيديو وبالتالي هما بينكفزوا هذه الالتزامات ولكن طبعا فيه ناس بيضربوا عرض الحق بكل حاجة زي ما احنا شفنا في هذا الفيديو وأتمنى إن شاء الله بإذن الله أن كل السلبيات اللي من النهاية تختفي إن شاء الله وأن كل واحد فعلا ياخد قدره الذي يستحقه وإحنا غرضنا اللي احنا نظهر المعلم بشكل سيء ولكن احنا بنلقي الضوء على السلبيات الموجودة في المجتمع زي ما احنا شفنا المنظر ده منظر مستفز ولا نتمنى اللي احنا يعني ما كناش نتمنى اللي احنا نشوفه وما نتمناش اللي احنا نشوفه مرة تانية يعني ربنا إن شاء الله يصلح الحال لنا جميعا وكل السلبيات الموجودة في المجتمع تختفي شيء في شيء إن شاء الله بإذن الله مع بداية العام الجديد نتمنى هذا نتمنى هذا طبعا ما فيش حاجة تختفي من 100% ولكن احنا بنتمنى إن كل السلبيات اللي على الأقل حتى تتخلص يعني تتخلص شوية داخل المجتمع اللي احنا عايشين فيه اشوفكم إن شاء الله في فيديو دي دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة